للوهلة الأولى قد تظن أنك هنا داخل متجر للحلوة فحسب لكن المفاجأة هو أن المتجر جزء من فرع لأحد البنوك إنها فكرة جديدة من بنات أفكار إيجينيو ماساري أشهر طهات المعجنات والحلوة في إيطاليا حيث افتتح الرجل متجرا جديدا داخل فرع بنك إنتاسا سانباولو وهو أكبر بنك في البلاد في مسعى لأن طلق هذه الفكرة رواجا وانتشارا وأبرم ماساري ومن بين زبائنه نجوم في مجالي السينما والسياسة أبرم اتفاقا مع بنك إنتاسا سانباولو لإطفاء مضاق جديد على مسألة الذهاب إلى البنك هذا حقا يمثل تحديا لكنه تحدي خاص أعتقد أنني أول صانع معجنات يفتح متجره داخل بنك وأبدأ عملاء البنك الذي أقع بوسط ميلانو إعجابهم بالفكرة التي تمنحهم سببا جيدا لذهاب إليه ومنهم جيساب بي باستوري أحد سكان المدينة هذه أول مرة أرى فيها بنكا يوجد بداخله مقهى إنه أمر رائع ومثير للاهتمام فأنت تذهب إلى البنك ولدى خروجك منه يمكنك احتساء القهوة وفي الوقت الذي تضطر فيه بعض البنوك الإيطالية إلى إلغاء ألاف الوظائف وإغلاقي نحو ثلث فروعها يسعى بنك إنتسا سانباولو إلى جذب جيل جديد من عملاء البنوك حيث أن شركته مع ماساري جزء من خطة بتكلفة 500 مليون يورو لجعل فروع البنك مواكبة لروح العصر ويقول مدير التسويق البنك إن الهدف هو استقبال العملاء في جو يشعرون فيه بالبساطة والألفة وكأنهم في منزلهم ترجمة نانسي قنقر